بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هو الفرق بين البلاء والعقب ما علامات كل منهما وكيف أعلم أن الله ابتلاني أم أن هذه عقوبة لي هذا سؤال مهم جدا أيها الأحبة وينبغي على كل واحد مننا أن يتأمله اليوم لأن البلاء شيء عظيم وشيء يوصلك إلى الله تبارك وتعالى بينما العقاب والعذاب والانتقام أمر خطير جدا يعني ينبغي أن تصحح مسارك طيب كيف نميز بينهما أولا أخي الحبيب البلاء باختصار هو هدف هذه الدنيا الهدف الذي خلقت من أجله هو الاختبار أي البلاء ما معنى بلاء اختبار الله تعالى يقول في سورة الملك هذه السورة التي تتألف من ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة لا تغفل عنها أخي الحبيب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة طيب لماذا؟ لماذا خلق الله الموت والحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إذن هدف خلقك هدف خلقك أيها الإنسان في هذه الدنيا الهدف من وجودك هو الابتلاء ليبلوكم ليختبركم فإذا لا تقول أخي الحبيب والله أنا لماذا ابتلاني الله؟ ما هو هذا هدف وجودك في الدنيا؟ لا تقول لماذا ابتلاني ولم يبتلي فلانا لا كل واحد من البشر خلق ليختبر أو يبتلى ليرى الله سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا هل تصبر؟ هل تحمد الله؟ هل ترضى بقضاء الله؟ إذن أنا الآن عددت انظر معي أخي الحبيب ثلاث علامات مهمة جدا الصبر والشكر والرضا هذه العلامات الثلاثة هي علامات البلاء يعني إنسان مرض وكلنا يكره المرض إذا وجدت لسان حالك يقول الحمد لله إذن أنت حققت الشرط الأول إذا وجدت نفسك صابرا على هذا البلاء أو هذا المرض من أجل الله وحبا في الله واصبر وما صبرك إلا بالله إذن حققت العلامة الثانية فإذا حدث الرضا في قلبك وفي عقلك وفي حياتك كنت راضيا عن قضاء الله أي مقتنعا بقضاء الله وبهذا الأمر الذي أصابك إذن أنت حققت الشرط الثالث وبالتالي هذا هو البلاء الذي خلقك الله من أجله بل هذه علامات النجاح في الاختبار العلامات الثلاثة هذه طبعا هناك علامات أخرى ولكن يعني هذه الخطوط العريضة التي تجعلني أطمئن وأشكر الله تعالى وأحمده أنه ابتلاني لأنه يحبني طيب أنت إذا كان لديك ولد تحبه كثيرا هل تتركه هكذا أم ترسله ليجتهد ويتعلم ويتعب ويسهر الليالي كل هذا اختبارات أخي الحبيب ليخرج بالنتيجة ليكون إنسانا ناجحا يستطيع أن يتعامل مع الواقع يستطيع أن يكسب رزقه ويعتمد على نفسه ويحقق أهدافه وإلا إذا تركته من دون اختبار ومن دون علم ومن دون خبرة ومن دون تجارب ربما يتحول لإنسان فاشل فالله عز وجل خلقك لأنه يحبك وبالتالي أراد أن يختبر قوة إيمانك به سبحانه وتعالى وإلا الله ماذا يستفيد منه ولا شيء هو أغنى الأغنياء عن الخلق طيب بالمقابل أنا لدي علامات للعقاب العلامات العكسية إنسان مرض تسأله كيف حالك يقول لك أنا لست في أحسن حال أنا سيء أنا أعيش من قلة الموت أنا تعيس لا يقول إذن لا يشكر العلامة الثانية الغضب والانفعال وقد يصل إلى حد الكفر هناك ولا ياذب الله من يتحول للكفر والإلحاد بنتجة بلاء أو مرض بعض الملحدين أو كثير منهم انقلب إلى الإلحاد بسبب بلاء مثل ظلم أو مرض أو أذى أو قلة رزق أو غير ذلك من أنواع البلاء إذن لم يصبر الشيء الثالث تجده يتذمر ولا يرضى ودائما يطرح السؤال لماذا أنا مرضت وهذا لم يمرض لماذا أنا أؤذى وهذا لم يؤذى لماذا أنا فقير وجاري غني تجد لسان حاله يكرر هذه العبارات اعلم أن هذا البلاء سيتحول إلى عقاب من الله سبحانه وتعالى وقد يهلكك في الدنيا والآخرة وبالنتيجة أخي الحبيب أنت لن تستفيد شيئا يعني ما الذي ستحققه في هذا المرض إذا غضبت وكفرت وألحدت يعني هل ستشفى لا طب إذا ضاقت بك الدنيا وقلت يا رب يعني لما هذا الظلم هناك إنسان يقول لا يوجد إله الله لا يرضى بالظلم أطفال تقتل في غزة مثلا المسلمون في أماكن كثيرة يحدث لهم الأذى والظلم والقتل أحيانا والحروب والصراعات الطائفية وصراعات دنياوية وغير ذلك يقول هذه هذا الدليل أن الله غير موجود فيتحول للإلحاد ولا يوذب الله فيكون هذا استدراج لك أيها الإنسان تكون قد فشلت في الاختبار ولن تغير الشيئا يعني هل إذا ألحد كل البشر هل سيرفع الظلم يعني هل مجرد الإلحاد يرفع الظلم عن الناس مثلا يعني هل الإنسان إذا كفر بالله إذا تخلى عن الإسلام هل سينتهي الظلم سينتهي الفقر سينتهي الأذى الذي يتعرض له لا إذن أخي الفاضل ارضى بما قسم الله لك تكون أسعد الناس إذن هناك ابتلاء من الله عز وجل بنتيجته يخرج المؤمن فائزا برحمة الله ويكون سعيدا انظر إلى سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فقد أحب أبنائه إلى قلبه ماذا فعل وهو يعلم أنهم يكذبون يعلم أن إخوة يوسف يعلم أنهم كاذبون لم يأكله الذئب ولكنه على الرغم من ذلك قال فصبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون صبر وفوض الأمر إلى الله عز وجل تفويض الأمر لله والتوكل على الله أيضا من علامات الابتلاء من علامات حب الله لك ابتلاك لأنه يحبك فتجد أن الله يعينك على هذا الابتلاء هناك شخص كان مؤمنا ولكنه يكتب إيمانه وهو من آل فرعون رجل مسؤول كبير في الدولة في ذلك الوقت في دولة ظالمة يرأسها فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي طغى كثيرا واستكبر كثيرا هذا الرجل مكر به فقط لأنه تكلم بكلمة حق بل هو يريد الخير لهم يعني هو لم لم يؤذي أحدا هو فقط قال لهم ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فقط كان همه أن ينقذهم من عذاب النار انظر كم هذا الرجل رائع كم هو رحيم بهم فكان جوابهم أنهم تآمروا على قتله ورسموا خطة ليمكروا به ويوقعوا به ويتخلصوا منه ماذا قال تعالى وقال على لسان هذا هذا هو الدعاء دعاء تفوض الأمر تفوض الأمر لله وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد انظر إلى هذا البلاء الذي ابتلي به هذا الرجل بلاء عظيم أهم أكبر من المرض ابتلي بمجموعة من الناس من حوله يتآمرون لقتله طيب هل أنت ابتليت بمجموعة من الناس يحقدون عليك أحيانا يحسدونك على نعمة تتمتع بها يتمنون زوال النعمة أو الخير عنك هذا موجود ويتكرر كثيرا على فكرة كثير مننا يعاني من هذه المشكلة أيها الأحبة هذا هو دعاء النجاة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ماذا كانت النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق أحاطين وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الدنيا هذا هو سوء العذاب هذه الآية ترد على من يقول إن في القبر هناك عرض فقط القرآن سماه سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو سوء العذاب؟ الآية تعرفه لنا الآية التالية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا طيب هذا في الدنيا ماذا يوم القيامة؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب سوء العذاب أشد العذاب سوء العذاب هو عذاب القبر أشد العذاب هو عذاب النار عليها ذو بالله طيب هذا الرجل نجاه الله من مكر هؤلاء وأغرق فرعون وهامان وجنودهما طيب يا هل ترى فرعون في ذلك الزمن؟ ألم يرسل الله له موسى وهارون وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ تخيل رحمة الله أخي الحبيب بفرعون رجل مستكبر مفسد يذبح الأطفال يقتل الأطفال وأراد قتل النبي موسى عليه السلام وحول الناس إلى عبيد له على الرغم من ذلك الله عز وجل أرسل له نبيين كريمين ليقولا له قولا لينا قول يعني لين مرن قول يدخل القلب لعله يتذكر أو يخشى ولكن استكبر وأفسد في الأرض وأراد أن يلحق بموسى وهارون وبني إسرائيل يقتلهم فأفشل الله خطته وأخذهم جميعا وأنجى موسى ومن معه سبحان الله فإذن لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة كل إنسان ما دام خلقه الله سيبتلى في هذه الدنيا بأنواع مختلفة من البلاء من المرض إلى الفقر إلى الأذى زوجة سيئة إذي ولدي عقه جار سيئ يتسلط عليه قلة في الرزق مشاكل يعاني منها في العمل أمراض يعاني منها مشاكل الدنيا كثيرة أيها الأحبة وكلما زاد البلاء وحققت هذه الشروط الرضا والصبر والشكر وتفويض الأمر إلى الله عز وجل هذا دليل محبة الله لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول أخي الحبيب إذا أحب الله عبدا ابتلاه إذا أحب الله عبداً ابتلاه لم يأخذه إلى دولة أوروبية مثلاً ويغضق عليه المال والنعيم والأمان والرفاهية والتسهيلات والتكنولوجيا لا فلذلك يعني لا تظن أن الذي يعيش حياة رفاهية هذا يحبه الله لا يا أخي إلا إذا وجدت إنسان صابر محتسب يدعو إلى الله سيدنا سليمان كان ملكاً ولكن الله ابتلاها أيضاً وصبر كل الأنبياء أوذوا في سبيل الله كلهم صبروا كلهم ابتلوا حتى سيدنا سليمان وداود الله آتاهما من الملك وملكاً عظيماً على رغم من ذلك كان هناك بلاء لذلك أخي الحبيب أحياناً الرفاهية تكون بلاء يعني أقوى من المرض بلاء المال أكبر من بلاء النقص إنسان فقير لا يستطيع أن يفعل شي كل الأبواب مغلقة أمامه فيصبر بينما إذا بسط الله الرزق لعبد من عباده تفتح أمامه أبواب السلطة والشهرة والفساد والفواحش والربا واللهو والعبث فالصبر على كل هذه الشهوات يتطلب طاقة أكبر من الصبر على الفقر لاحظت أخي الحبيب الصبر على الصحة يعني أكبر من الصبر على المرض سأقول لك كيف تخيل أن الله يعطيك قوة ويعطيك جسد لا أمراض فيه صدقني الدنيا ستأخذك بعيدا المريض يعني بسبب مرضه يقول يا رب طب الإنسان الصحيح قد ينسى يقول يا رب صح الإنسان المعافى تأخذه الدنيا بشهواتها بزينتها برفاهيتها وبخاصة إذا فتحت أمامه أبواب الدنيا وأبواب الرزق والعلاقات والمتعة وإلى آخره فينسى فأن تجد إنسان صابر تجده غنيا ومعافا ومرفها وبنفس الوقت تجده يقوم الليل ويصوم النهار وصابرا محتسما يدعو الله عز وجل كل يعني كل همه أن أن يصلح بين الناس أن يدعو إلى الله عز وجل هذا الأمر أصعب بكثير أخي الحبيب لذلك يعني ندعو الله سبحانه وتعالى إذا ابتلانا أن يعيننا على هذا البلاء كما أعان سيدنا يعقوب وكما أعان هذا الرجل المؤمن من آل فراون الذي كان يكتم إيمانه وكما أعانى كل الأنبياء وعلى يعني وفي مقدمتهم سيد البلاء صلى الله عليه وسلم لم يؤذى إنسان في الكون كما أذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن يؤذى انظر هناك بعض الذين يدعون أنهم ينتسبون لنسب النبي يسيئون لأزواج النبي يسيئون لأصحاب النبي هناك ملحدون ليلة نهارا يعملون على تشويه صورة هذا النبي الكريم تصور 1400 سنة مضى على وفاة هذا النبي الكريم وانتقاله للرفيق الأعلى ولا زال يؤذى حتى اليوم وأكثر مما سبق الإعلام العالمي اليوم كله خاصة في الغرب مركز على تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم فإذن انظر إلى حجم البلاء حيا وميتا لذلك أخي الحبيب بلاءك هذا صدقني مهما كان لا يساوي قطرة في بحر البلاء الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال طبعا نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويصبرنا ويرزقنا الرضا على ما قدر علينا إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة